دلوقتي خلينا نتبع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية النهاردة هتنتهي المدة المحددة للتقديم للراغبين في العمل كرؤساء كونترولات الثانوية العامة 2024 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأولوية لأصحاب الخبرة والكفاءة ومن لديهم القدرة على إدارة الكنترولات خاصة أن التصحيح بيتم إلكترونيا لكراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة سواء للأسئلة المقالية أو الاختيارية ومن ثم يجب أن يكون المسؤول داخل الكنترول لديه القدرة على المتابعة الجيدة وضبط العمل داخل الكنترول بشكل جيد سواء في التصحيح أو عملية إخراج أرقام جلوس الطلاب ومراجعة استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 النهاردة تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر حفل يتضمن باقة من أعمال الموسيقار الكبير محمد الموجي في تمام الساعة الثمينة مساءً على مسرح سيد درويش بالإسكندرية النهاردة هيقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السبع مساءً أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان مصر والغناء الكويتي والد موصول وده بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإزاع المصري